ذلك تحت ضغط كبير وقالوا بصراحة بأنه علينا أن نعاني لكي نلقن روسيا درسا علينا للأسف لا أذكر الآن صحفية فرنسية قد تحدثت بأن الولايات المتحدة لا تريد لا ترغب برفع فوري للأسعار للنفط والغازي أن هذا سيصب في مصحة روسيا فتعلمون بأن البنزين سيرتفع أسعاره وأن الأوروبيين والأمريكان سوف يدفعون فاتورة أهلة وبالتالي هذا سيشكل نظرة سلبية أو موقف سلبي تجاه سلطاتهم بل هم لا ينظرون لذلك ينظرون إلى أن رفع الأسعار فقط ستصب في مصلحة روسيا وبالتالي أؤكد مجددا بأننا سوف نحل كل هذه المشاكل التي شكلها لنا الغرب من رغبته ليس بتعزيز أمنه فالحديث لا يدور عن ذلك أبدا بل في رغبة استغلال وسخدام أوكرانيا كذريعة وأدات لكي لا يسمحوا لروسيا باتخاذ سياسة محايدة ومستقلة فقلاء لهم الدول التي لديها سياسة مستقلة وأعود إلى سؤالكم الثاني حول ضمانات الأمنية فلقد قرأت بسرور ما كتبه البرافيسر في جامعة شيكاكا منذ سبع سنوات ونصف في سبتمبر عام 2014 بعد الأحداث في القرم وفي شرق أوكرانيا لقد كتب ما يلي هذا النص صغير الغرب يتصرف مع أوكرانيا بالأكاذيب وبالنتيجة سوف يؤدي ذلك إلى انهيارها ولكنني أنا أدعم الزهار هذه الدولة وإخراجها من بين النارين بين الناتو وروسيا ولكن الغرب الآن يقومون بوعد أوكرانيا بأنها ستصبح جزءا من الناتو ومن الاتحاد الأوروبي وبذلك سوف ننتصر على بوتن والآن أوروبا تقوم بالتلاعب على هذه المسألة فكل ما سيقومون به سينتهي ذلك بالشرع عليهم سيعود السحر على الساحر وأعتقد بأنه من الأفضل لحال هذه المشكلة أن تبقى أوكرانيا دولة محايدة نوويا وهذا سيصب ليس فقط في مصلحة روسيا وإنما في مصلحة أوكرانيا وهذا نشر منذ سبعة سنوات ونصف ونشر في صحيفة مرموقة يقرأها المؤسسات الحكومية الأمريكية ولكن لا أحد يسمع ذلك وإنصت إليه ترجمة نانسي 생활 در أليم ترجم جدا